أعلن المكتب النقابي لتقني سلامة الملاحة الجوية الدخول في حركة احتجاجية بدءا من اليوم الخميس إلى غاية الحادي عشر من الشهر الجاري الكاتب العام لنقابة تقني سلامة الملاحة الجوية ومندوب الأطر بالمكتب الوطني للمطارات عبدالجبار تيجاني كشف خلال اتصال هاتفي أجره مع تليمغاك أن جميع الأطقم التقنية والإدارية لسلامة الملاحة الجوية قد انسحبت وأعلنت انخراطها في قرار الإدراب مضيفا أن أغلبية حركات الطيران غير مؤمنة بسبب إدراب التقنيين المطالبين بتفعيل الرسالة الملكية والتي تنص على وحدة الأنظمة التقنية لوحدات سلامة الملاحة الجوية